طب دكتور أسامة مش شايف حريك دلوقتي في المجتمع يعني نوع من أنواع التديين للمجال العام طبعا 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 وبقوة ايه مصادره وكيف نقومه بص شوف هو طبعا ده حصل على أيدي الإخوان وعلى هؤلاء الأيدي السلافيين وده تم أساسا لأسباب سياسية باحدة وده بالي كدرية يعني هو ده لأنه أول ما تدخلت السياسة في الصراع الديني كارثة أنه أنا أتوسل بالدين لكي أكسب سياسة وده أسوأ حاجة وبس بأذكرك أن ده يختلف عن روح القومية المصرية اللي شعرها الشعر ده الدين للورطي دي حاجة مسألة أساسية مصري كان فيها مسلمين ومسيحيين وكان فيها يهود هو أنت لما ترجعي للوفد بتاع سعد زغلول الوفد لما راح للمفاوضات مع الإنجليز بقى بعد ثورة 19 الوفد نفسه كان مكون من المين؟ هم مصريين ومن مسلمين ومن أقباط وكان شيء مشرف جدا هو ده بيعكس الهوية المصرية والقومية المصرية عشان كده أنا شايف أن كل ما حدث ويحدث حتى الآن على إيد الإخوان أو السلافيين من التجارة بالإسلام والتجارة بالدين ده يتناقض مع جوهر الهوية المصرية وإحنا بقى كمسؤوليتنا كمسقافيين ككتاب كإعلاميين أن إحنا نرجع تاني هذه القيم الأصيلة المصرية اشتركوا في القناة